قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام ربنا يرزقنا أعاكم مسك الختام ويرزقنا أعاكم حصن الخاتمة اللهم آمين النهاردة يوم 13 جماعة أنا عدى 13 يوم رمضان وبعد شوية هقولك النهاردة يوم 18 وشويتين هقولك النهاردة ليوم 29 وبعدها أقولك كل سنة وانت طيب رمضان عدى والفائز فيه من فاز بطاعة الله والخاصر فيه من لم يقتنم لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى عايزين نفوز وعايزين نتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختمت الكرآن كم مرة حبيب في الله ختمت الكرآن كم مرة أخت الفاضلة يا طرى فيه حاجة غيرت فينا إيمانياتنا ارتفعت القلب كده ما شاء الله يعني نقناه من الحسد والضغينة والبغضاء اتصالحنا مع بعض ولا لا يا طرى أحدثنا توبة كده كل يوم الحمد لله يا طرى صالحنا الناس اللي مخاص منهم لو كان فيه حد مخاصم أمه أبوه أو أرحامه أو أصدقائه أو رايبه أو جيرانه يا طرى اتصالحنا الحمد لله رب العالمين يا طرى اتحللنا من المظالم خدوا بالكم المظالم دي تحول بين استجابة العبد أو بين التحول بأن الإنسان ينتفع بحسناته إنما سعى صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند مسلم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا ديرهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحجه أعمال زي الفلية لكن عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فانية حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت علي ثم طرحت في النار ربنا يبارف فيكم جميعنا رب العالمين ويرزقنا إياكم مسك الختام أكيد طبعا كلنا متشوقين النهار ده أنا عرف مين ضفنا الهلادي ضفنا الهلادي الحقيقة يعني كلما افتكر كده وكلما اقرأ اسمه يا بخته طبعا مش بحقد عليه إنما بغبطه على النعمة الكبيرة والهدية اللي جاتل من عند ربنا سبحانه وتعالى ضفنا الغالي فاز بإن النبي ينزل في بيته وضيف كريم معزز مكرم لمدة سبع شهور ليل ونهار في بيت هذا الصحابي الجريد طبعا أكيد كلكم عرفتوه هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه يا طرح كان مشك الختام بالنسبة له كان عامل إزاي تعالوا نشوف بسرعة كده كيف كان مشك الختام لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه في يوم الأيام سيدنا معوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبي يعني في يوم الأيام حاب يجهز جيش عشان يفتح القسطنطينين المهم جهز الجيش وأمر عليه ابنه يزيد ابن معوية ابن أبي سفيان المهم يزيد ابن معوية عد على أبو أيوب الأنصاري أعرف أنه عايزه وعرف أنه مريض ولاح يزوره فلقى أبو أيوب مصر أن يخرج يجاهد في سبيل الله كان عنده كم سنة يا شباب كان عنده 80 سنة بتقول كم سنة 80 سنة 80 سنة النهاردة زي مرتلك الشباب يعني الله يكون في العون 30 سنة ماشي بيقول حد يعدين الله أصطر معكم يعني ماشي بالشاف قدامه وده 80 سنة وعايز يخرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى المهم يزيد قال له يعني أنت يا أبو أيوب بذلت وبذلت وفعلت وشهدت كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كفاية عليه كده فقال إن المولى عز جل لم يستثني أحدا قال انفروا خفافا وثقالا يعني إما أنا أكون خفيفا أو أكون ثقيلا ولا أريد أن أكون ثقيلا فسوف أنفر وأجهد في سبيل الله المهم خرج معهم للجهاد لفتحة كسطنطنية وهو في الطريق مرض مرض شديد جدا فدخل عليه يزيد بن معاوية عشان يعوده كده يعني يزوره المهم فقال له ماذا تريد أبو أيوب قال له أريد منك أن تضعني على ظهر فرس وأنت توغل به في أرض العدو ما استطعت إلى ذلك مساغا على قد ما تقدر توغل به في أرض العدو حتى ما توصل لآخر مكان ولو موت اتفني هناك في أرض الشرف والجهاد والعز والكرامة ويبقى جزيك الله خير في الواية تانية بقى أنه لما يزيد بن معاوية راح ظهره فهو قال له يعني اتفني في آخر مكان تقدر توصله في أرض العدو وأحدثكم بحديث قدس وأقول لهم كده وأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ثم نطق الشهادتين ومات فأخذه يزيد بن معاوية وتوغل به في أرض العدو حتى وصل إلى تحت أسوار القسطنطينية ودفن أبا أيوب الأنصاري تحت أسوار القسطنطينية ومعروف قبر الحد النهاردة تحت أسوار القسطنطينية معروف أنه قبر أبي أيوب الأنصاري الله شفت مسك الختام مسك الختام أنه مات في أرض الشرف والجهاد عنده كم سنة يا شباب ثمانين سنة خليها في سرك ثمانين سنة ومات وهو ودفن في أرض الشرف والجهاد رضي الله عن أبي أيوب الأنصاري وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة أبو أيوب الأنصاري لما نعوز بس نعمل كده إيه زي بلوي سيفي ترجمة كده بسيطة كده أقول لك شوية حاجات بسيطة جدا جدا عشان تعرف أن الشعار اللي احنا رفعينه أبو أيوب رفع قبل مننا بمئات السنين وماذا عددت لها أبو أيوب الأنصاري أول منقبه في حقه إيه هي أول منقبه في حقه أنه بايع النبي صلى الله يا عم بصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم بايع النبي باعة العقبة الثانية باعة العقبة الثانية ديه كانت منها إيه كانت منها بكل بساطة كده الجنة طب إيه بنود البايع فيه عجالة سريعة كده كانت بنود البايع اللي نبع السلام لما سألوه على من يبايعك يا رسول الله قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل الله في النشاط والكسل طبعا الفجر بيدن الله أكبر حيا على الصلاة حيا على الفلاح جميل الدنيا تلج معلش في النشاط والكسل يلا قوم قوم اتوضى وصلي وقف في اليدين ربنا سبحانه وتعالى الحجاب الدنيا حر موت يعني الدين رحم يلا في النشاط والكسل البس حجابك ربنا يكرمك وربنا يعزك ويعز بك الإسلام في النشاط والكسل معك كام معايا ثلاثة جنيه وواحد فقير ومحتاج هتدي له إيه ده أنا معيش غير ثلاثة جنيه يلا اتدي له جنيه ربنا يكرمك والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بذلك ويقول ثلاث أقسموا عليهن ما نقص ماله من صدقة والمولى عز وجل من قبل ذلك يقول وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يبقى في النشاط والكسل وفي العسر واليسر قدت بالك يبقى تبايعون على السمع والطاع في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر أهي مزالة إيه يعني ولذلك يخب بالك من حاجة حديث جميل أوي روان نسائي بسند صحيح إن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قال إيه سبق درهم مئة ألف درهم درهم واحد يسبق مئة ألف لأدي فزور إيه اللي حصل إزاي يا رسول الله قال رجل كان معه مال كثير عنده مليارات فتصدق بمئة ألف فكان ده جزء من العرض بتاعه عرض فلوس قد كده والتاني كان لا يمتلك إلا درهمين فتصدق بدرهم يعني بقى دي يعني نص صاروته خدت بالك فقال فسبق درهم مئة ألف درهم ورزاكي يقوله صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق ويقوله كما في الصعحين فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة الله أكبر شوف تقدم نبي عليه وسلم بيعلمك إنك ما تزهدش أبدا حبيبي في الله في عمل أي معروف أي خير تقدر تعمله اعمله ولو كان يسير ولو كان بسيط المهم إنك أنت لا تفتر أبدا عن فعل الخيرات فيبقى تبعين على على السمع الطاع في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خد بالك بقى تأمر بالمعروف خد بالك حبيبي أصلي في شباب بيجي يعني يزبط الدنيا بيضيع كل حاجة وعلى الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف أن يكون الأمر بالمعروف بكل معروف بكل لين ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة إن الله رفيق يحب الرفق يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له جل وعلا ولكنت فضا غريض القلب لم فض من حولك يبقى إذا مطلوب مننا الرحمة واللين والشفقة وإن إحنا نتذكر وإحنا بنتعامل مع العصاية يا جماعة إن أنت طبيب وإن هو مريض وما فيش طبيب في الدنيا دخل عليه مريض أو ما دخل المريض كده فطبيب يقول له إيه مش عايب هاليك لما تكون عيان يعني ده يا راجل ده في حد في الدنيا عائل يعي في الزمن ده يا ابني مش عايب يا ابني يا حبيبي يبقى السلامة ويعقى كده وبلاش تعي فيه دكتور يقولي الكلام ده أبدا بيتعامل مع عبدالليين وبالرحمة وأهلا وسهلا يا ورط العيادة ما شاء الله الوش المنور ده الله أكبر عيان إيه يا سيدة ما شاء الله وشك زي الفل أهلا وسهلا أهلا بيكشفك الله وعفاك لا بقى ستطور إن شاء الله والمعاملة الطيبة والله العظيم أحيانا تخش على دكتور تحس إن إنت خفت من قبل ما يكشف عليك من ابتسامته ومعاملته الطيبة وأحيانا تخش على دكتور تحس إن إنت يعني يقول لك يعني يعني على طول يعني تفتكر الأخرة والحشر والنشور وكلام ده كل يعني ربنا عافين عافيك فالأخلاق واللين والرحمة في كل مكان ومش مطلوب منك إن إنت تبقى داعية على المنابر وبس الدكتور في عياته ما هو داعية والمدرس في مدرسة ما هو داعية وأي إنسان بيحسن إلى الناس في مكانه فهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى ويبقى إيه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر تنهى عن المنكر بغير منكر الله أكبر وبعدين وعلى أن تقول لله لا تخافوا في الله لو ما تلائم تقول كلمة الحق اوعى تكذب اوعى تنافق اوعى تعد تداهن الناس عشان إنت أن عايز توصل وتتملق وتصل إلى مكانة معينة فلا يكون إلا ما قدره الله عز وجل وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء إن قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضعوك بشيء فلن يضعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف يبقى تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسر وعلى النفقة في العطر واليسر وعلى الأمر المعروف والنهي على المنكر وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لو ما تلائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم كما تنصرون مما تنصرون منه أبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة هو ده التمن كم من ضمن اللي بايع عن النبي الصلاة والسلام البيع الجميل العظيم اللي هي أصلا البيع ديت حق علينا جميعا أن نبايع عن النبي حتى في زمننا هذا هذه البايع المباركة فهي في أعناقنا جميعا وهي في عنق كل مسلم أن يبايع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تيجي نجد يد البايع مع النبي تيجي تبايع عن النبي دلوقتي حالا تبايعه على السمع ونطع في النشاط والكسر إن شاء الله يا رسول الله هصلي الفجر في عز البرد ما فيش مشكلة هلبس الحجاب في عز الحر هتصدق على الفقراء والياتم حتى لو معيش غير خمسة جنيه هعمل كل خير يا رسول الله إن شاء الله حتى لو أنا مش قادر إن أنا أسافر للدعوة إلى الله هدعو في أي مكان إن شاء الله هعمل وهسوي اجتهد اجتهد ربنا بار فيك وعلى النفقة في العصر واليوصل لو معيش غير عشرة جنيه هتصدق ولو باتنين تلاتة جنيه وعلى الأمر المعرفة إن شاء الله طول ما أنا ماشي أذكر الناس بالله أروح هنا والله سبحان الله أنا أفكر زمان وأنا صغير كنت والله وأنا في المواصلات وأنا في المواصلات أقعد أذكر الناس بالله أنا واحد كده يكون شكله طيب كده وأقعد أذكره بالله أكلمه أكلم الناس في المواصلات العامة أكلم الناس في أي مكان لأ دعوة إلى الله لعله عسل يمكن الواحد يموت هو خارج في الدعوة إلى الله فيموت في سبيل الله سبحانه وتعالى واحنا مطلوب مننا نحن نعبد الكون ده كله لله جماعة احنا جينا الدنيا دي أصلا علشان حكتين نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفة تنهون على المنكر وتؤمنون بالله ولذلك سبحان الله كل نبي كان هو المسؤول فقط هو اللي يدعو بس الأمة بتاعته ما تدعوش إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هو ده الدين الخاتم وهو ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء فما فيش نبي بعده وما فيش رسالة بعده فلابد نحن نوصل لرسالة الآخر لحظة في هذه الحياة الدنيا فعشان كده مؤمولين كل الوازل وذلك نعم عسان قال وإن العلماء ورثته الأنبياء وإن الأنبياء لم يورث درهما ولا ديناره ولكن ورثه هذا العلم فمن أخذه أخذ محظ وافر المطلوب مننا كلنا نبقى دعاء إلى الله ليس بالكلام وليس بالقلم وليس بهذا فقط وإنما بأخلاقنا معاملتنا بسركياتنا بأمالتنا بصدقنا بوفقنا كل هذه دعوة إلى الله سبحانه أبو قيبو الأنصاري زي ما قلت لك كل ما بفتكره كده أقولي يا بخته ليل إن النبي نزل عنده ضيف لمدة سبع شهور إيه الحكاية وعايزين برضو ما ننساش الشعار بتاعنا وماذا أعددت لها أنت لو ما أعددتش في الكون ده كله سوى إنك إنت استضافت النبي ببيتك سبع شهور مش كفاية أظن يوتى اللي كفاية قوي إن أنا أكون ضيفت النبي في بيتي صلى الله عليه وسلم لمدة سبع شهور النبي لما نزل هاجر إلى المدينة من وراء فجوم الناس يمسكوا كل واحد بقى يمسكوا الناقة بتاعت النبي ويوديه عنده في البيت ويقى رسول انزل في ضيافاتنا طبعا ده شرف كبير جدا شرف الكون ده كله إن النبي عليه السلام ينزل ضيف عنده في بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة الناقة دي مأمورة هتنزل في المكان اللي ربنا أمرها بيه وقدره لها إنها تقف فيه وقفت قدام دار أبي أيوب فأخذ أبو أيوب الرحل ودخل النبي أبو أيوب كان بيته كان من دورين ما كانش في الله يعني كان بيت عادي جدا كان معمول بالخشب والجريد بس كان دورين فأبو أيوب عايز نزل نبي فوق وهو تحت النبي قال له لا هذا أرفق بنا وبكم ليه إنه يأتيني الناس فأذكرهم بالله وعرفهم الإسلام فأريدوا أن أكون في الدور السفلي حتى لا يعني شوف أخلق النبي عشان مجرحش البيت فأبو أيوب يعني الموضوع بالنسبة له يعني هو مداء جدا لكن النبي أصرفه ونزل على رغبة النبي على السلام النبي نزل في الدور اللي تحت وأبو أيوب نزل فوق إيه اللي حصل بقى أخذ بالك من الموضوع أبو أيوب راح مكلم زوجته يا أم أيوبه كانوا الاتنين على موجه وإحنا بيحبوا بعض والحب لم يهم للبيت الدنيا كلها فتبقى جميلة فأقول لها أبو أيوب كيف أنا نام فوق رسول الله طب أقول يا أبو أيوب أعمل إيه قال لها أنت يعني نامي جنب الحطة ديت وأنا نامي جنب الحطة ديت عشان ما نبقاش نيمين فوق المكان اللي النبي نام فيه شوف سبحان الله شوف الأدب والأخلاق شيء عييب كان كل يوم يعد الطعام للنبي عسام وينزله الطعام وشرب فينزلهله النبي يأكل وشرب وبعدين أبو أيوب يسيبه مثلا نص صعب لحاجة بعين يرجع ياخد إيه الإناء الفارغة أو حد زي كده ويطلع بيه فأول ما يطلع يقول لأمو أيوب يا طارق النبي كال منين أقول لأموھی Canon هنا أسر شفايف وين يقول لها طب يا أمو أيوب كل من نفس المكان حتى نلتمس بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تاكله وهيأكل طب شرب منين شرب من هنا أهو أسر فام وهو فام زي ويقع شابه إيه تبركا بأسر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام أبو أيوب نزله أكل كان فيه بصل وطوم وإنما سلم decides أنه يأكل البصل وطوم ني إنما لو هتأكله مطبوخ ما فيش مشكلة إنه مناية لا طبعا فرجع الأكل زي ما هو أبو أيوب ظن إن النبي يزعل منه طبعا حاجة كبيرة جدا إنه يزعل مني فريزي قال يا رسول الله هل أحدثت شيئا أنا عملت حاجة زعلتك قال لا ولكني لا أكل البصل والثوم مناية قبلك لأنه يخشاني من لا يخشاك أنا بيجيني جبريل وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنه آدم الملائكة بتتأذى من رحلة الثوم والبصل ودي هدية بقى للشباب ربنا يكرمهم ويهديهم وللناس حتى الكبار اللي يبقى مسك السجار وعمال يشرب فيها لحد دم يوصل لباب المسجد ويروح طفيها تحت رليل وخش يصلي ويأزم ناس كلها اللي في الصف بريئة برائحة الدخان الكريهة عيازا بالله ويخلي اللي جنب واقف يبقى مش طايق نفسه ولا عارف يركز في صلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله فأبو أيوب راح سأل لنا بسؤال قال أحرام هو يعني هو البصل والتوم حرام ولا حلال قالوا ليس بحرام لكنه يأتيني جبريل ويخشاني من لا يخشاك فقال أبو أيوب الأنصاري إذن لا جرم لا أكل الذي لا تأكله أكره الذي تكره يا رسول الله شفت المحبة دي وصلت لمرحلة إن التوم والبصل مش حرام ولكن طراما إن النبي مكلهمشي أنا حرامهم على نفسه مكلهمشي أبدا لحد مموت هكذا فعل أبو أيوب الأنصاري في يوم الأياب حبيبي أبو أيوب بعد الطعام لنبع السلام اندلقت كباية المية يعني طبعا إن السقف ما كانش بقى سراميك والأشهان وكده يعني السقف جريد فأكيد فيه نقطة مية هتنزل على النبي طب ولو نزلت نقطة مية على النبي هتضره أبدا بس من باب الأدب عيب قوي إن نقطة مية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب ما كانش حلته من دولة دي غير حتة قطيفة جديدة كان جايبها لأم أيوب هدية عشان تبقى تفصلة وتلبسها في العيد راح مازك حتة القطيفة أسمها نصين إدى أم أيوب نصه هو نصه قال لها مساح يا أم أيوب حتى لا ينزل الماء على النبي صلى الله عليه وسلم يا الله شفت الأدب فضل النبي عنده لمدة سبع شور لحد أما بنى بيوت أزواجي ولحد أما بنى المسجد بتاعه صلى الله عليه وسلم ولما رحل من بيت أبو أيوب طبعا كان أسود يوم في حياة أبو أيوب يوم خرج النبي من بيته وذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم ومدرجة أن أبو أيوب من كترة ما هو مش بيصدق كان كله بحضر الطعام ويسيبه في مكانه كده لحد دم يدن العصر ويعرف أن النبي ما هوش جاي فيروح واكل الأكل هو وزوجته ولو جيه النبي يقول له أعددت لك الطعام وبقي كما هو يا رسول الله يوم واكل النبي في بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه تعالوا نشوف موقف تاني لأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عشان تعرف قد إيه الناس دي فعلا قدمت وما نسيتش أبدا الشعار اللي احنا بنقوله وماذا أعددت لها في يوم الأيام في وما رجعين من غزة بن المصطلق حصلت الإشاعة بتاعت حادثة الإفك التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس المنافقين عليه من الله ما يستحقهم لما تأخرت عائشة بسبب العقد ثم بعد ذلك حصل فصل كده فرجعت في حماية صفار بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه فقال عبد الله بن أبي بن سلول قال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل مع صفار بن المعطل السلمي وحدهما في الصحراء والله لا نجت منه ولا نجى منها وبدأ يكلم الناس في أن أمنا عائشة عائزة ملا وقعت في فحيشة حاشة لله وهي الظهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي رضي الله عنها وأرضاه وإذا بأب أبي أيوب الأنصاري جالس مع أم أيوب قلت بالك بقى من حوار الجميل اللي لابد نحن نتخلق بيه كمسلمين فقال لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة قلت بالك بقى لو كنت مكان إيه عائشة أكنت تفعلي الشيء الذي اتهمت به أمنا عائشة لو كنت مكانها كان ممكن تفعلي الفاحشة مع صفار بن المعطل قالت كلا والله قال فوالله لعائشة خير منك يا أم أيوب سكت أنت مش ممكن تعمل كده لقد عائشة أحسن منك كمان لا يمكن يخطر على بنا أنها تقع في هذا المسألة هذه مسألة وإذا بأم أيوب تقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي وكنت مع عائشة أكنت تفعلي الذي اتهم به صفوان قال كلا والله قالت فوالله لصفوان بن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سامعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين الله حصن الظن يا جماعة حصن الظن يا شباب أحيانا تلاقي صحفي عيازا بالله ليس عنده وازع ديني طالح في جراء يتعمل يسب في الدعية الفلاني والشيخ فلاني وفلاني الفلاني والرجل ترجمة نانسي قنقر